افتتحت وزارة الثقافة فعاليات التجربة الوطنية السورية في الترجمة لعام 2021 على مدرج مكتبة الأسد في دمشق بالتعاون بين جامعة دمشق والمعهد العالي للترجمة واتحاد الكتاب العرب واتحاد النشرين السوريين هذه الندوة اليوم التي تحتفي باليوم العالمي للترجمة وتعرض أعمال كل ما يصدر عن دور النشر والجهات المعنية بالترجمة تعرض أعمالها ونتاجها والمشكلات والعقبات التي تعترضها وتحاول أن تستشرف أفاق المستقبل تطويراً لا أقول لهذه المهنة الترجمة هي أسمى من أن تكون مجرد مهنة هي شغف وهي رسالة بالدرجة الأولى لأنها كما قلت تبني جسوراً بين الثقافات وتساعد على استيراد المعرفة بكل ما فيها من مصطلحات ننقلها إلى العربية ومن فكر ومن رؤى للمستقبل الفعالية تضمنت رسائل المترجمين السوريين في اليوم العالمي للترجمة ومناقشة الكتب والروايات التي ترجمت من خلالها التجارب الشخصية والتجارب العلمية هذه الندوة تختلف عن ندوة السنة الماضية السنة الماضية كانت عن ترجمة المصطلح سنة هي تتناول الندوة موضوع تجربة الوطنية السورية في الترجمة بمشاركة دور نشر جامعة دمشق واتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب العرب فهو مجمع اللغة العربية الندوة الوطنية للترجمة أصبحت تقليداً هاماً جداً في هذا المجال تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة دمشق المعهد العالي للترجمة وهي تتناول في كل سنة موضوعاً من مواضيع مجالات الترجمة هذه السنة نتناول موضوع التجربة الوطنية في سوريا أي سوف يتحدث المحاضرون عن تجاربهم في مجال الترجمة بشكل عام وتقسم إلى عدة جلسات الأولى هي في مجال القطاع العام ماذا قدم للمجتمع وفي الجلسة الأخيرة سنتحدث عن التجارب الفردية التجارب الفردية الشخصية سأقدم اليوم في هذه الندوة المداخلة عن أهمية مقدمة الترجمة في الأعمال المترجمة إلى اللواء العربية بمعنى أن المترجم سيضع في هذه المقدمة جل معرفته في المادة التي يترجمها في العلم الذي يترجمه كي تكون جسراً لعبور القارئ إلى النص بمعنى آخر أيضاً أنها مهمة جداً لتعبر عن فهم المترجم لنصه ولعمله وسيكتشف القارئ من خلال هذه المقدمة مدى استيعاب المترجم لهذا النص وبالتالي سيشجع القارئ على قراءة النص الهدف الأسمى من هذه الفعاليات هو الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي وتبدل المعارف والثقافات بين المجتمعات المتعددة من خلال هذه الترجمات ترجمة نانسي قنقر